السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا في حلقة جديدة من تساؤلات كونن وقبل لا نبدأ خلوني اعتذر لكم عن جودة فيديوهاتي اولا للمعلومية انا من جدة وطاقم القناة في الاحسان محمد وماجي تصورون هنا في الستوديو في الاحسان الان في الاحسان لكن انا عندي استوديو ثاني في جدة وجودتي على قد امكانياتي فاعتذر منكم بحاول يكون افضل جودة تخرج مني على قد ما اقدر فاعتذر منكم لكن هذا افضل ما اقدر اقدم والان انا في الاحسان في احلى جودة وتمنى اعجيبكم الفيديو والان اقول خلونا نبدأ طبعا الاسئلة تجيني عن طريق الانستجرام وسناب شات حقيقية تلاقونا قدامكم هنا الان ضيفوني عليها وسألوني وكل ما تجمعت عندي تقريبا 5 الى 10 اسئلة هسألوني لكم حلقة تساؤلات عن اي انمي انتو تسألوني فيه فاذا اشتركت 10 اسئلة عن انمي معين هسألوني حلقة الحالة السؤال الاول جاني هل تعتقد ان زعيم منظمة السوداء في الانمي المحبوب المحقق كونن حبيبي انت والله السؤال يعني ملخبط عشان استجرام لما تكتب احرف انجليزية مع عربية يتلخبط الترتيب بس اختصار كلامه هل تتوقع انه هو كنشيرو هيوجو كنشيرو هيوجو ما هو زعيم المنظمة زعيم المنظمة قال الكاتب صراح انه ظهر في احد الحلقات او المانجا بس ما قال من هو هل كان ظهوره دور رئيسي او دور ثاني ممكن كان واحد من الجمهور هو زعيم الاصابة اللي متجمعين حول الجريمة في الحلقة ما في اي دلائل على زعيم المنظمة انا شخصيا اتوقع انه زعيم المنظمة شخصية ظهرت ظهور عادي ومشيت او انها ظهرت قالت كلمتين ومشيت لكن ما هي شخصية اساسية في حلقة من الحلقات سؤال من عبود وان وان فور تو تو كنا الحلقة ميتين وثلاثين الراكب الغامض اول مشهد في الحلقة في واحد راكب تكسي هل هو موري كوغورو والغريب انه طائع من مقهى كان في جينو فوتكا بعد سؤالك شكرا لك على الملاحظة الجميلة بعد سؤالك رجعت شفت الحلقة فعليا يشبه تو كوموري من الخلف نسخة عن تو كوموري بس بعد المشهد بدقيقة لما ظهر فوتكا قال لقد خرج العميل يعني الزبون باكتسامة عريضة ولا يعلم انه اخر كاس يشربوه فاتوقع انه هذا زبون للمنظمة بعد ما خرج مات انتهى دوره طبعا ليش الكاتب جاوبوا لك يشبه تو كوموري عشان يطل الجنان من راسك وشوف نظريات كثيرة انه قال اكيد انه سمع انه تتوقع ان تو كوموري وزعيم الاصابة فبالعان يسوي الحركة هذي عشان يشعثر الناس هنا كلمة عجبتني صراحة وشهادة اعتز فيها وافتخر فيها المعذرة منك انا عبدالله هباد طبيب اسنان انت انقذت متابعيكنا صراحة لانه احتاب على الجمهور اخبار كونن ويحلي لهم الحداث فيه شكرا يا غالي اول شي عفوا انه هذي شهادة اعتز فيها وافتخر فيها وشكرا لكم انتم اللي اعطيتوني القدرة اني اقدر اجي قدام الكاميرا وتكلم واشرح لكم عن كونن فشكرا لكم انتم حبايب سؤال من حمو 1122D سؤالي متى الظهور المحتمل لرام برأيك برأيي الشخصي حيكون في الشهور القادمة هذي طبعا اتكلم عن المانجا في الشهور القادمة لانه مطول لانه داخلين في فلارات الكاتب مصاب وعنده فترة علاج تقريبا ستة شهور وينزل فصول بس بشكل متقطع على اقل اهوى من كاتب هندر اكسانتر اللي لا انشغل يوقف المانجا حتى هو مصاب ينزل فصول بس بشكل متقطع فتوقع في الشهرين ثلاثة شهورة اللي جاية في المانجا سوف يظهر سؤال اخر يقول لك ليش فودكا 24 ساعة لابس النظارة هل في سبب عشان يخفي المهلف عيون فودكا هو في سبق وشفنا متحري قضية متحري يتربص في شخصية وتوغموري يكشفوه يكون الشخصية شريرة ينفقوا نظارة شاف عيون كبار ووسيع وقعد يضحكوا عليه فتوقع نفس الهدف انه عيون فودكا مضحكة او ما هي بنفس هيبة المنظمة بجن كده مغطيها سؤال من عبدالله دليلا معانا في الطاقم يقول هل ترى ان شخصية رام هي من الشخصيات الحالية حيث ان الكاتب خدعنا في باربون بشخصيتين اوكيا سوبارو وبوربون اللي هو امره الان نفس الخدعة في يمتو وقردة هيوي فما رايك طبعا لم تعرفون انه يمتو وقردة هيوي هم الضباط اللي عندهم علامة اكس واحد منهم في عيونهم يعني واحدة عين خربانة واحد بعكاز فما توقع ان الضباط دولي هم رام وصح فيهم تنطبق عليهم مواصفات رام لكن استبعد استبعاد تام انه دولي رام لاني شفت عدالتهم وحسيت يعني بإحساسهم بالمسؤولية وبالعدالة فما توقع ان في شخص يقدر يضحك علينا بنفس الشي يعني رام اول ما ظهر كان مشتبه فيه عفوا باربون اول ما ظهر كان مشكوك فيه وكان محطوط لك ثلاثة ان واحد منهم باربون فما في ثقة اما يامتو وكورودا لا انا اثق فيهم ثقة عمية صراحة وشفت عدالتهم وشفت لهم حلقات مستحيل يكونون يتبعون منظمة سؤال من ماجد بازوكا يقول من تتوقع رام وتتوقع شخصيات جديدة تنضم الى الاف بي اي والسي اي اي طبعا السي اي اي والاف بي اي زارعين اعضاء في المنظمة الاف بي اي ما توضح منهم الا شخصيتين واحدة ماتت والثانية اكايشويشي والسي اي اي برضو اكثر من جاسوس انكشف والان اللي باقي باقي لهم ميزونا ريتشي والشرطة العسكرية اللي هو فيها باربون الى الان طبعا انا هذا النقطة صراحة كانت مزعلتني في كونان انه ايش المنظمة اللي كلها جواسيس بس لو كانت المنظمة عالمية وكبيرة بشبكة متوسعة لابعد الحدود ما استغرب بالشي انه كل الجهات تبقى تقبض عليهم اه اتوقع فيه اعضاء جواسيس اخرين فيه بس ما اتوقع من اللي ظهروا الى الان شخصية جديدة من هو رام؟ رام انا برضو اقوله شخصية جديدة تم التلميع عنه في الفيلم طبعا اللي ما شاهد الفيلم يشوفوا الفيلم جدا ممتع انا قيمته ثمانية من عشرة تم التلميع عن رام انه رام شخص حذر جدا مع اعضاء المنظمة استخدم الاجهزة الصوتية عشان ما يكتشفوا انه هذا رام فرام شخصية حذروا وما توقع انه ظهر الى الان او حتى اذا ظهر ما اخذ دور رئيسي فهو شخصية جديدة نعم فيه سؤال من روفي السؤال فيه نوع ما قليل من الحرق من المانجا فقلينا اجواب على السؤال كامل انا سوي كذا معنات وانا قاعد احرق اذا انا سوي كذا ما احرق فاذا انت ما تابعت مانجا كونن وانا سوي كذا اكتم الصوت الى ان اخلص هو ما هاخذ منك 15 ثانية السؤال يقول ايش السبب الذى اللى خلى اكاي يتواجد فيه مكان المكان ميت فيه صاحب امرو و ماول الى علاقة بين امرو و هاخايا ايش السبب الذى س propriاول يقول بانه ابوهă وستات عائش و ماول الخلاف اللى بين ميري العمى أكايوا وأابو أكايوا وتتوقع انه فيه علاقة بين امات سودا والمنظمة طيح ايش السبب الذى conflicts اكاي يتواجد في المكان الدى المكان الميت صاحب امرو نفس نظام ميزوريشي وأبوها عند وبدأ attachedBS اكتشفت المنظم انه خاين وكان يحقق فاضطروا انه سوا مسرحية واحد فيهم يموت وضحى الاب وعساس بنته تعيش فنفس الموضوع صار بين اكاي وصاحب امره فضحى ذاك بنفسه عساس انه اكاي اذكى منه واقوى منه وانبه منه وما انكشف الى الان فهذا السبب اللي خلاه طبعا امره يدري ممكن يكون يدري برضه مقهور من اللي سواه اكاي انه كان ممكن تسوي احسن من كده ايش السبب اللي خلي اكاي يقول انه ابوه لسا عايش هو قال في نفس الفصل انا اتوقع انه ابوي عايش لاني ملقي جثمان ولا العن فاذا ما لقي الجثمان يعتبر الشخص مفقود وليس قتيل ايش الخلاف بين ميري ام اكاي وابو اكاي طبعا ما ظهر ايش الخلاف بس اتوقع انه الخلاف نفس الخلاف اللي بين توقموري وزوجته نفس الخلاف اللي يحصل بين اي شخصية ذكية وشخصية يعني محتمة بنفسها وبعملها فشخصية مثل ابو اكاي اتوقع انه كان طارد او ما اتوقع اكيد كان طارد المنظمة فيدخل عيلته في مشاكل وفي قضايا هم في غنى عنها فهذا الشي اللي سبب خلاف بينه بين زوجته انه الى ما يتضحي بعيلتك في سبيل عملك اه باقي الجزء الاخير الان محرق طبعا جانا في نفس السؤال اخر شي هل تتوقع انه في علاقة بين ماتسودة والمنظمة ماتسودة الشخص اللي كان يلبس نظرات اللي كانت تحبه ساتوسان انا شخصيا ما اتوقع انه في علاقة تربطهم ببعض بينما انه في علاقة انه كان يطارد المنظمة لانه كان باهل انه شخص ذكي جدا ومبدع كان يفك القنابل وبدون اي دروع بدون اي فرق فكان شخص ذكي وكان يحلل وضحى بنفسه في سبيل انه يكتشف معلومة ويرسلها للضباط عشان يلحقوا مدرسة لا تنفجر او يلحقوا مكان لا ينفجر وينقضوا في الرهائن فضحى بنفسه وما توقع شخص في المنظمة هيضحى بنفسه في سبيل هذا الشي سؤال اخر يقول هل تتوقعون انه فيرمث تخون المنظمة من اجل سينشي شوف فعليا فيرمث خانت المنظمة بشكل جزئي لانه هي عندها المعلومات من شيري ومن سينشي فلو بلغت المنظمة بتنتهي القضية من الاساس فهي ما هي قادرة تبلغ ليش عندها سر ايش هو سر فيرمث اتوقع والله العليم فيرمث هي شخصية كبيرة في العمر متعاطية العقار وتقلصت فحبت تحافظ على سر شبابها وما تبلغ احد انه الدواء ذا يقلص اما بالنسبة للخيانة انها تقلب قلبها كاملة هي اساسا اثبتت لنا انها تحب شخصية سينشي وران تسميه انجل لانهم انقضوها في نيويورك فما هتقلب الا لو الا لو تم تحديد حياة ران في المنظمة اذا انه المنظمة اخذت ران كرهينة ممكن تقلب اخر سؤال واهم سؤال واحلى سؤال شفته في حياتي هل تتوقع هل تتوقع المنظمة صفي جين يعني اتوقع المنظمة منظمة شريرة بالدرجة هذه بالداركنس فلو جين فاحت ريحته او انكشفت ورقة المنظمة هتصفي بلا تردد ان المنظمة شفناها تقتل بدم بارد والهنا يكون وصلنا لنهاية تساؤلاتنا لليوم وشكرا لكم على الاسئلة الجميلة واتمنى تكونوا حلقة اذا عجبتكم ولا تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب ونشوفكم اشتركوا في القناة